اوه يا اخوان اوه بحضر لكم المفايز يا قب سويني سويني من يومين وصلنا لـ 30 ألف سبسكرايبر من يومين واخيراً حققنا هيدا الرائم بعد معاناية طويلة مع الالعاب يعني تنزل اللعب وما تنجاحش فيا اخوان شكراً للكم شكراً لكل واحد حطلنا لك شكراً لكل واحد حطلنا سبسكرايب لك شكراً لكل واحد يا اخوان حطلنا تعليق وسجعنا نكفر بالقناة شكراً لرب العالمان يعني لازم نشكروا بالأول بس اخوان غلطنا فالمهم يتع دواتكم جميعاً ونرجع لكم فيديو جديد هالمرة اخوان مش عارفين كيف بدية تشكركوا يا اخوان فلزيلك نحن نعمل فيديو حتى نتقرب هاك شوية يعني لبعضنا هاك اخوان قربوا هاك شوية شوية هاكي اخوان لازم نتقرب لبعضنا لازم نعرف بعضنا اكتر واكتر كل الاسئلة زال الله راضي اللي حطينيهم بالكوميونيتي هاجبكن عليهم اذا المرة منشوفناها يوتيوب داقوا حط لايك سبسكرايب يا اخوان وبس خير روح نجاوب على الاسئلة لاتس جو باب اول سؤال معنا الاخ حسنان اللي ليش انت حلو دمك عسر يا اخوان عم تخجلوني سؤال اللي بعده من خينا سنايبر اول شي مبروك على 30 ألف وقبل الواحد مليون ان شاء الله ان شاء الله يا اخوان ايش ناوي تطور وتسوي في المستقبل على القناة شوفوا يا اخوان بالمستقبل اذا الله راض لح يكون فيه تغير بالمحتوى لح نعمل شغلات يعني بالهبل بس بحتاجي مصاري ومحتاجي ان يكون ارقام يعني يا اخوان فيه شوالف بدي سولفها حرام ما تجيبش فيوز مثلا ليش انا تركت الجامعة بعد الهلأ مش همفتح هالموضاع لانه حرام ما تجيبش فيوز بالنهاية يعني بعد فش حدا بيعرفني فبس اذا الله بس هكو نوصل الى ارقام عالية وهكو النصر تعرفنا بنحكي لكم القصة النووية انه هاي القصة شي مش طبيعي يعني تصوروا تعارض اهلا وتعارض الكون كله كورميل تفوت باليوتيوب تصور حديث يتركت جامعة كورميل اليوتيوب يعني صعبي جدا طيب خينا راح الى التعليق التاني من خينا عباس هاه حاه شو بعرف بيه اولا الف مبروك ثاني انت شنو اسمك متابعك من العراق عراسي يخيو انت واهل العراق كلن اني اسمي يا اخوين الداعي علي من لبنان رجول الله يسعلك يخليك ويبقيك يا لسفور تعليق اللي بعدو من خي عبدال عبدالسلام الحطماني الف مبروك انت مسلم او لبناني متابعك من ليبيا شو السؤال يوسلم او لبناني لاش ما بتصبطش يكون لبناني ومسلفي بنفس الوقت يعني يا اخوين اسمي علي شو بدي يكوني عنا كيدي حكون مسلم بس يا اخوين ان هاي السؤال يعني شو في الي وفادي اذا كنت مسلم والكون تمدرش هو خلاص المهم من النوم عندي اخلاق طيب التعليق اللي بعدو من خي محمد لطيف اولا ان شاء الله تصير من افضل اليوتيوبرز العرب يا رب يا رب وثانيا انت شو علاقة سبونج بوب وياك الظاهر يمكن تحبك سير هاي دي بكل فيديو هتلاقو لاتس جو بايوي بس اولي هاي دي يا اخوين بحط معا سبونج بوب هاي اخوين كنت اني منزل او هاي صورة اللي متحركة ولكن ايجي تعبالي انه انه انا بحب سبونج بوب والحركة زابطة عن النغمة فقولنا يا اخوين منحط سبونج بوب مع الهزك بطلع فكرة حلوية واكيدة منول ما بيحب سبونج بوب يا اخوين التعليق اللي بعدو من خينا ابو شوني ليش سميت حالك السيد ورطا ايوه هيده السؤال عز الطالب يا اخوين كلمته السيد ورطا واسم السيد ورطا كل واحد طفولته بينrate seria هكا ثمانينات وبين او الاولا بين التاسعينات وبين Howic 2005 اكيدي بيعرفوا الا السيد ورطا لانه يا اخوين قناة ال ايدي ديزني ديزني القديم يا اكوين خصوصElالوان قبل كنت ديزني ايدمي كنت ايزني strong بنه حليل كنت يا اخوين تحطونا مسلسلات بالهابل وكان افضل مسلسل عندي هو داندي والسيد ورطة هيدا مسلسل يعني اذا بتحطوا عاليوتيوب داندي والسيد ورطة بتطلع لكم الغنية والكارتون يعني هو كان مسلسل كارتوني من افضل المسلسلات الكارتونية بالنسبة الي فلزلك يا اخوان سمينا اسم القناة عاسم هيدا الكارتون لانه يا اخوان شي يعني بيعطيك جرعة ضحك وجرعة هيك طفولي بجنن طيب يا اخوان تعلالي بعده من خي احمد عبد الرحمن السلام عليكم اولا اي بلد انت عايش فيها حاليا خيي اني هلا قاعد بلبنان للاسف اكتر لعبة لعبتها في حياتك واستمتعت فيها وهل انت مسلم وليما بتتنزل عن ايبكس موبال كتير وشكرا اوه فيكتر اسي الاكثر لعبة لعبتها في حياتك اكتر لعبة لعبتها بحياتي هي اخوان للجنرال زيرو اور بعتقد الجيل الالفان اكيدي بيعرفة لها اللعبة لعبة استراتيجي عبارة عن دبابات وقصص يعني بعتقد كلكم اللي بتعرفوها وهل انت مسلم وليما مسلم زوابنا هذا السؤال ولكن يا اخوان يعني ما فيش منه افادة كوت مسلم وليما كوتش مسلم همشي الاخليق يا اخوان وليما بتنزل عن ايبكس موبال كتير ازا الله رقد لح نزل عنا كتير بس هالفترة انت كانت مخبصين عقلاتي بكفي بنيوستايت ولا بكفي بايبكس ولا بكفي بوارزون تخبصوا عقلاتي يا اخوان اوكي تلقى اللي بعده منخيي متفور جيمز إلعب جيمي بلاي في نيوستايت وحشت للسلسلة دي كل يوتيوبر بيلعبوا جيمي بلاي إلعب انت كمان كنت نزل كتير جيمي بلاي عن نيوستايت وكان محتوية تلتر بي اعتماده على جيمي بلاي نيوستايت ولكن للأسف يا اخوان يعني حاليا هلا ضارة بفريم يعني على الجيمي بلاي وناطر للأبدات الجديدة يا رب يرجعون لنا اللعبة مثل ما هي التعلاقي اللي بعده منخيي احمد رح يمحسوني هل منتعتزل من بوب جي نيوستايت رح تحول لأيبكس لو لا هلا يا اخوان بعدني ما اعتزلت بوب جي نيوستايت وبعدني ما حولت لأيبكس حاليا ناطر بس لأبدات تبعها نيوستايت ولا شوف ساعتها يعني بقرر مية بالمية لأي لعبة بدي حول بس على الأغلب يا اخوان وارزوم موبايل عني كتير حبابة للعبة وحبابة للحركة فان شاء الله يا اخوان تكون قد التوقعات وما تبعصناش متل بي الألعاب التعلي اللي بعدو منخيي كيليا وما اجمل رؤيتك بالعيد وهل يوجد اكبر من هذا الجمال؟ عم تقجلني يا خييي اوكي تعلي اللي بعدو منخيي سي ال سي بوس شو احلى موقف بحياتك؟ انسيت الف مبرور لك حبيبي الله يبارك بعمرك يا خييو احلى موقف بحياتي والله فاي كتير موقف بحياتي حلوي يا اخوان بس من هالموقف الحلوي وقت الاول مرة قبطت من اليوتيوب يا اخوان كنت عملي 14 سنة فيا اخوان مكانش يكفيني مصروف اهلي فيا اخوان صور دور على الانترنت يعني كي بري طلع الانترنت شو بدي يعمل شو بدي يسوي فالقات اليوتيوب عملنا كم شغلي هاق طلع لنا اول 100 دولار كيفنا اتعلي علي بعضو منخيي يوميات استاذ عدنان انت بتصلي؟ شاك شو هالسؤال يا خييي؟ ولك اذا انا ما بصليش لك امين اول بدي صلي ها اخوان انا بيتي بمنطرح يعني استراتيجي حد الحمدلله جامع فيا اخوان ابصليش الى بالجامع الحمدلله السؤال اللي بعده بنخيي حسن كمينج كيمينج شكله اصده ممكن سؤال ليش ما تلعب بوب جي موبايل هلاشوف يا خييي اني بحب بوب جي موبايل وكل شي ولكن للأسف يعني فيها كتير ضغط مليون واحد عم ينزل عن بوب جي موبايل الوالد بنزل عن بوب جي موبايل بعد نقل 6 الخيتيارة تنزل عن بوب جي موبايل فما ينلاش خوز بالموضاع لزيلك حولنا على لعبة تانية بس لا اللعبة حلوة وبعدني بلعبها بس انه نملينا مننا يعني هايك الروتين نظل نلعب نفس اللعبة مش كتير مناح السؤال لي بعده كمين من نفس الشخص حسن كيمينج ليش ما تشتري بلاستايشن تلعب كول اوف ديوتي وارزون اوه يا اخوان دي اوه بحضر لكم المفايزة يا اخوان طلعوا كيف بتبين احنا اوكي شوف لي ارتي اكس تلاتتالاف وسبعين تي اي اخوان عنا بلبنان حقا بين لثمانمية والسبعمية دولار بقى تسعمية والسبعمية دولار طلبناها من برا يا اخوان وصلت لنا اذا الولاد بنعمل تجميعه خلص الكمبيوتر تبعنا صار يعلق بدنا نعمل تجميعه اي ناين 64 جيجابايت راب كورا اي ناين 12000 مدر شوي كيئ يا محمد يا اخوان بس وعدنا نعملكون اياح نعملكون انبوكسن للارتي اكس زو تاك جايمينج بتشوي متلي متلكون طيب يا اخوان بعضنا ما جاوبناش عسؤاله لاش ما تشتري بلاستايشن تلعب كله في ديوتي وارزون انا يا اخوان عندي بي سي ومن الناس المطابلان للبي سي وبعرف اي متل البلاستايشن عندي بلاستايشن وعندي بي سيطبي اخوان اكيد بنقل بكل مرة اااا كنت حبي يعني انزل عن كله في الديوتي وارزون ولكن الاسف كمبيوتر صار يعلق فمتل بيكون شايفان شتري نقوطة وعم ننمهد اذا الله راهت لست اب نووي اوكي سؤالي بعد مين ساموراي شو اسمك كم عمرك وين ساكن هل تتوقع في نجاح اللعبة كومبات ماستر بعد مراح ينزل طور البتل رويل مسل وارزون. لح جيبك اول شيء اخر سؤال. اه اه شو اسمه كومبات ماستر? مستحيل تنجح بس. وممكن ازان ايش حيت تنجحهاك. مدي زمني محددة وكتير صغير اللي كانت نزلت وارزون موبايل. لاش? لانه بكل بساطة هي لعبي كوبي. لعبي مقلد الى وارزون موبايل. وشكله حيانلولها هاك شغلات قانونية وارزون موبايل. ويشيلوها من من الابل ستور. ومن البلاي ستور. خلينا نجيبك عبيل اسئلة. شو اسمك? اسمي علي يا خيو كما عمرك? واحدة وعشرين سنة. وين ساكن? بلوبنان يا اخوين بلبقاعم. ليحبيب يشرفنا? اهلا وسهلا. اوكي السؤال اللي بعده احمد السناني اول شي مبروك عبال المليون. حبيبي يا خيو ما تترجع تسوي تحديات مثل زمان. والله يا خيو التحديات للأسف ما كنتش تجيبي فيوز. للأسف اول ما بلش بالطريق ما فيك تنزل حيالله شي بدك هكي تلتزم بلوعبي وحدة. جمع كوميونيتي وبعد داين بس صار عندك كوميونيتي هكي تقيل. ساعتها بتنزل بدك ايه. السؤال اللي بعده من خيي 51 ام بي. الف مبروك تستاهل يا صيد ورطولك حبيبي يا خيو. برأيك مين افضل شخصية بايبكس موبايل. نشوفوا يا اخوين يعني مش كتير لعيب ايبكس ولا بلعب كتير وحتى الشخصيات مش كتير متغلغل فيه بس بالنسبة لي اني افضل شخصية الى شي محدد حلو. بس بالنسبة لي اني فايد شي نووي. السؤال اللي بعده من بهري والله. الف مبروك تلاتين الف سبتكروي بيب حبيبي يا خيو. ليش ما تلعب غير الالعاب الباتل رويل. اه يا اخوين ما بيعرف هالشغلي باليوتيوب بدك تلتزم بشي محدد او متر ريتم معين بالقناة. يا بك تنزل مسلا. ينفيكش تنزل مسه المزرع السعيدة بعدها تنزل كل اوفي ديوتي. لازم نلتزم بشي معين الناس بتحبه. فاني زلك يعني اكتر شي مستهدف. العب الباتل رويل الاكيد الى بعدها بدي غير. يعني الباتل رويل بدا نزهق منها اول عاخر. السؤال اللي بعده من ابو جمعة وبروك اخي ومنها للاعلى حبيبي يا خيو الله خلينا اياك. سؤالي ليش سحبت على قناة المنتاج. كني عندي قناة منتاج يا اخوين للي ما بيعرف وطلعت بسرعة. ورجعت يعني نزلت بسرعة للأسف يا اخوين علمت الناس مجينا مش للأسف يعني بس انه في ناس بتستهل في ناس بتستهلش. اول شي لقايت دعم بعدها يعني ما عش حدا عبرني. فلزلك يا اخوين لقيت انه ما في نتيجة من الموضوع. يعني انت عم تفيد الناس بس ما حدا عم يفيدك. فحط لك يعني كانوا يبخلوا علي فايل. بل ما اصمتكم بدني يا اخوين. خير روح على السؤال اللي بعده من حسين جيمر مبروك عبر الميت الف. يا قيو. كتير كتير عم تخجلونها. سؤالي ليش ما تنزل الالعاب بي سي مدام عندك بي سي. جوبنا عيه دا السؤال عند البي سي بيعلق. فلزلك يعني قللت البي سي. وازال الله راض لح نجدد البي سي وننزلكم بداية موديرن وارفر تول اللي انا اشتريت الحمد لله. وطلبت طلب مسبق. هل راح تنزل مقاطع شاطحة مثل اول? اكيدة هروح هصير نزل بس بعد ما جمع يعني كوميونيتي تقل. وهل ممكن يوم الايام تمشي مع الترند? هلا اشوف الترند حسب الترند. اصلا اه مش الترند لعبة اكيدة هيمشي معه. بس ترند عالتيك توك رقص وعمال وهزز اكيدة مش هيمشي معه. وهل ازا قلت دعم جدا جدا هل راح تترك اليوتيوب? هلا بالنسبة للدعم اليوتيوبر هو اللي بيتحمل مسؤولية الدعم. فبعتقد يا اخوان قلة الدعم مش عالكوميونيتي بالعكس عصاحب المحتوى. فازا قلت دعم عندي فالسبب فيه. المشكلة فيه مش بالناس. السؤال اللي بعده من البوس كيميك. بدنا يصير عندك بيش فيسبوك ولايفات. اخ يا اخوان بتعرفوا بلبنان المعاناة. اه لا في كهرباء. الحمد لله الكهرباء صرفنا كل مصرياتنا وجبنا طاقة شمسية عاي حلينيها. بس الانترنت ما فيش حلي. يعني ازا بدي انا اشترك انترنت صور وخمسة جيجا عنا هون بالتليفون بكلفوا عشرة دولار. خمسة جيجا بكلفوا عشرة دولار. نسمت بدينا هاي يا اخوان عزا بدي بس اني كل يوم بدي عشرة دولار. انه بس انترنت الهادف عنا بلوبمان مناع. انترنت الواي فاي للأسف غير جيد وسيء جدا وبيقطج وشو بدي يقولكم? شو بدي يقولكم? الله يعيننا. سؤالي بعده من حسين اسعد التعليق اللي بعده عفوا ان شاء الله للمليون ومبروك على ثلاثين الف سبسكرايبر زك عراسي يا خيو شكرا شكرا للا اليك. ثانيا هل تتابع انمي هو هو هو? منيولا بتبعش انمي يا اخوان اني خاتم الانميات اللي تقيلي من من نروتو لشو اسمو? لدراجون بول لأتاك اون تايتن لتوكيو جول لشتاينز جايت لفي مليون بعش في زب يعني وهم شي اخوان الانميات الرومانسية بتشبعك هاك الجفان في العاطفة بتشبعو. التعليق اللي بعده من محمد الغرابي متى بتشحل. يا اخوان والله العظامين عم يجين الانسي ببليش من اللعبة. فما فيش ابعت لحدة رويل باس او بطل باس او يلا شيء للأسف لانه مفيش قصية ابعت من الانسي من اللعبة لعندي هدية قفة بطل باس. يا رابي عملوها بالابديت الجديد حتصير فيه اعتلال الناس يعني بالنهاي مش هيش تحن ولا شعب ببش نيوستايت. هي الشركة بتعطيني اياهم. بس اك نروح للتلالي بعده اندومي خضار ولا دجاج بالكاري. ولا مفيش يعني جابها السؤال بالنهاي يعني بحسها الاندومي مش طايبي. الله تحطش تسلايك. السؤالي بعده من شفلك شغلة كيف متحمل الوضع بلبنان ممكن تحكيلنا من شو اكتر شي بتعاني منه. اوكي. كيف متحمل الوضع بلبنان والله متل الكلب بديت حملو. يعني شو بدي اعمل يعني بالنهاي افكش تعمل شي يعني شو بكتعمل. يعني افضل شي عم حاول اعملو عم اعملو. عم اعمل اللي عليا. ممكن تحكيلنا من شو اكتر شي بتعاني. كنت اكتر شي عم عاني من الكهربا. فاجرنا طاعة شمسية. رجعت ايجيت معاناية الانترنت. بس للاسف ما فينا نحل لنا مشكلة الانترنت. في معاناية كتير يغيرها يعني. بلا ما اخبركني يا اخوان يعني بصور يوجعك والراس كون اكتر ما هو عم يوجعكم يعني. خير رأى السؤال اللي بعده من اوزة ان ساعد هل اليوتيوب مصدر دخلك الاساسي ولا عندك مصدر ثاني. هلا شوفي يا اخوان بتمنى يكون اليوتيوب مصدر دخلي الاساسي وكون عندي اشمائة الف دولار بالشهر يا اخوان. بس بعد. يعني ان شاء الله خير. اه الله كرم بس. بعدنا وقت خيرات الله. عندي مصدر تاني. لا معديش مصدر تاني يعني كلها القادة اوي. اني منتج للناس اوقات اوقات يعني هاك. اني هاك شغلات بسيطة بس انه ما فيش مصدر تاني حاليا. فالله يستر. من رأى التعلان اللي بعده منخي محمد نور. مبلوك على ثلاثين الف وان شاء الله ميت الف. قريبا يا ربي زائد ما رأيكم كود موبايل. كود موبايل من الالعاب الكتير حلوي بس للأسف حركتها بتشبه حركة موديرن وارفور الاديمية من الفان وستي. ما بتحاكي عصرنا يعني عصرنا بدك حركة افضل من هك بكتير. فللأسف يا اخوان لو الحركة هاك متل كانت كود موبايل يا بي بتقضي عكل الالعاب. من رأى السؤال اللي بعده منخيي سكندر ليش انت اسطورة. يا خيو انا بحب اش احكي عن حالي. انا بخلي افعالي تحكي عني. اضرح. من رأى السؤال اللي بعده منخيي دايلر جيمز مبروك وشكرا لك يا ورطة حبيبي يا خيو لك عراسي. لكن كل افضل اربع العاب. اه ها. حط اللي عندك اربع العاب. اني هاو دي بيعتبرون. ما فيش حدا لازم لازم يلعبون. كل فيديوتي اللي هي شامش طبيعي مع ودان وارفر تو اكيد خلينا نحط لحالهم. ودان وارفر تو مش تشديد القديمة. هاو خلينا نحطها وحدة. تاني زيرو اور. هاي دي اخوان بالنسبة الي من افضل الالعاب الممكن تلعبها وخاصة ضد رفقاتك. شامش طبيعي. اللعبة التالت اللي هي بيعرف اه فيلم العراب. اه لعبة الو. فيا اخواني قد كنت صغير اللعبت لهاللعبة وكتير عجبتني يعني شي مش طبيعي. واللعبة الرابع يعني اني بنسبة الي هي اسمه فريدون فايتر ما بيعرف. جيل الفانيزم الكل بيعرفها. قرأ سؤال لي بعده. من آآ ريوب مواصفات جهازك. جهازي الحالي هلا حاليا. 32 جيجا بايت رام. كور اي 7 8700 جي تي اكس الف وستانية سيتي جيجا بايت في رام. وبيت فصال يعني شاشي 140 هرتز. ماوسو كيبورد. رد دراجون. سينا شي. ما بعتقيت سينا شي. اوكي. هاو اهم ما شغلت. اللي بعده. او خلصنا. هيدا اخر سؤال. طيب يا اخوان خلصنا هلا الاسئلي. بس سينا شغلي. سينا نعيدكم يا اخواني نعادي عليكم بالصحة والعافي. هلا لاتذكرت. يا كيف رحت عمبيلي. وباس يا اخواني اذا اول مرة ما تشوفنا على يوتيوب. اقعط لايك وسبسكرايب. بابا. سلام.